اشتركوا في القناة حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين حيث نقل معالي تهاني وتبركات سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء الى صاحب الجلالة سلطان عمان والى اخيه صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان والى الشعب العماني الشقيق واكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله بهذه المناسبة ان المحطات المضيئة في تاريخ العلاقات الاخوية الراسخة بين البحرين وعمان تعد شاهدا على الاسس الصلبة التي بنيت عليها تلك العلاقات منذ القدم وعلى مدى ما يتمتع به البلدان من روابط عميقة واواصر مشتركة ارساه الاباء والاجداد حتى وصلت الى ما وصلت اليه في وقتنا الحالي من مستويات متطورة بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب الجلالة سلطان عمان وقال معاليه ان افراح البحرين وعمان واحدة واحدة وحرصنا على المشاركة سلطانة مساراتها في عيدها الوطني ما هو الى رسالة اخوية تجسدها الوحدة والتفاهم والتقارب فعلاقاتنا الضاربة في الجذور تقوم على قواعد متينة من المحبة والاحترام المتبادل وتمثل نسيجا اجتماعيا وثقافيا يؤلف بيننا على الدوام ازاء مختلف المواقف والظروف وفي هذا الصدد فقد اشهد معالي بالنتائج الايجابية التي حققتها اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطانة عمان والتي جاء تشكيلها كثمرة لتوجيهات السامية في قيادتي كل البلدين ايمانا باهمية مصالة مسيرة التعاون والتكامل في مختلف المجالات لسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية وعرب معالي عن تطلع مملكة البحرين الدائم الى المضي قدما نحو تنفيذ المزيد من المبادرات التنموية والدفع بها نحو افاق ارحب بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق للبلدين والشعبين الشقيقين ما يعود على الجميع بالخير والنماء من جانبه اعرب سعادة سفير سلطانة عمان لدى مملكة البحرين عن جزيل الشكر والامتنان للسمو وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام دائم بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات كما اعرب سعادته عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل منوها بما تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين من تطور وتقدم على مختلف الاصعدة وفي مختلف المجالات